اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المماس للمنحنة عند أصل المعلم هذا المماس حينما يتقاطع مع المستقيم ذو المعادلة تساوي أ لوادق فإسقاط كيمة تلية بفضل لحظة هذه كتمتلية طو إذن ببيانيا طو تساوي 40 س ومنه قدروا نحد مقاومة R قلنا أن طو تساوي RC إذن R تساوي طو على C ومنه تطبيق عددين ديروا تطبيق العديد دي أر تساوي طو اللي هي 40 س على C اللي هي 220 ميكرو فارد كلقى 1.82 فعشرة وص خمسة أوم شوفوا ده بس الفقرة الثانية في التمرين ديانا وهي تحديد مدة الشيغة المؤقت المدة الزمنية اللي لازمة لوصول أحد سكان عمارة إلى باب بيتي هي 80 سوبوند السؤال الأول لتكن تأس لحظة التي أخذ فيها توتر U-C القيمة الحدية أو جيد تعبير تأس بدلالة E وط و U-S نحن نعلم أن U-C بذلالة الزمن حسب السؤال واحد اتنان فهي A اللي هي قناية E عمل لي واحد ناقص E مواتع لا ط السؤال عندنا واحد تأس حينما يكون U-C يساوي U-S إذن عند T كتساوي تأس كش كتصبح واحد المعادلة يستغط لعناية U-S E عمل لي واحد ناقص 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 T-S على ط إذن هنا يكفي إيجاد T-S حل المعادلة هذه عندي U-S نقسم على E نجيب واحد هنا يغير لنقص واحد هنا تقع ناقص 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 T-S على ط إذن هنا ندير ندرب كشف ناقص 1-U-S على E تساوي exponential ناقص T-S على T على ط عفوا ندير آلين لنشحي الإكسبونانسيال إذن لعندي آلين لواحد ناقص U-S على E تساوي ناقص T-S على ط وبالتالي T-S يكفي أن نطلع ناقص T-S للضفة والأخر إذن T-S تساوي ناقص T-L-N القيمة لخرجتنا قبيلة 1-U-S على E وكذا نقيت T-S حينما يأخذ U-S القيمة الحدية U-S السؤال الثاني علم أن U-S تساوي 15 فولت بين أن المسبح L ينطفع قبل وصول ساكن العمارة إلى بيت إذن حسب T-S حينما تكون U-S تساوي 15 يكفي أن نعود عند T-S تساوي ط قناة هي 40 70 في L-N ل 1-U-S عندنا 15 بينما U-S أو 25 فولت إذن تستخدم الآلة الحاسبة فإن كالقاو تساوي تقريبا 36 7 سو تقريبا إذن عارفين بأن هنا 2 S أصغر من delta T لأن delta T هي المدة اللازمة الوصول إلى سكان العمارة إذن بما بما أن T-S أصغر من المدة اللازمة فإن المصباح L ينطفئ قبل وصول ساكن العمارة إلى بيته الفهم وكيف قال إذا بس سؤال آخر 2 3 حديد القيمة الحدية RS لمقاومة المص الأومي التي تسمح لساكن العمارة بالوصول إلى باب بيته قبل انطفاء المصباح إحنا عدنا T-S ناقص طو A-Len 1 ناقص U-S على E وعند طو هي ناقص RC يعني نقدر نقول لنا RS A-Len 1 ناقص U-S على E إذن لإيجاد RS يكفي أن نضي باقي المعاملة للطرف الآخر تقول عندي تقول عندي RS تساوي ناقص TS على عندي C-Len C-Len 1 ناقص U-S على أحنا نبغينا أن المدة TS تساوي لنا ΔT إذن تقول عندي RS تساوي ΔT عفوا ناقص ΔT على C-Len لواحد ناقص U-S على أحنا كيف قلية تطبيق العددي إذن كالتطبيق عددي RH على تساوي RS وساوي ناقص 80 سوئند على C-Len 220 10 2 6 A-Len لواحد ناقص U-S عدنا هو 15 على 25 20 إذن بعملية حسابية بسيطة ستعطينا RS تساوي تقريبا 3.97 في 10.65 أوم كنت منها تكون استفتهم معي في حسات اليوم على أمان تقع في حسات أخرى وضع جديد من دروس مادات العلوم الفيزيائية لسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية مادات العلوم مادات العلوم تقريب الأمان ترجمة نانسيو